وزير المالية الأسبق دكتور أحمد جلال ومقرر لجنة الاقتصادية في الحوار الوطني حدريك الناس ألقنا وبتقول هل احنا هنصل إلى مرحلة الأرجنتين هنصل إلى مرحلة لبنان الناس هتجري تاخد فلوسها من البنوك ما تلاقيهاش فيه قلق فيه إشاعات بتطلع صحيح بيطلع تطمينات وتطمينات من البنوك والمصارف في مصر والقطاع المصرفي هو قطاع صلب وقوي وناجح وقطاع رابح ماذا تقول في ذلك هل لقدر الله نحن في هذا الطريق؟ لا يعني زي ما قلت قبل كده الحقيقة أنا لا أميل للتهويل أو التهوين بمعنى أنه في رأيي أن المشكلة الاقتصادية في مصر الآن ليست بالحدة اللي كانت عليها أزمة الأرجنتين أو لبنان دلوقتي ودي مش بس تقدير كده يعني عفوية وإنما ليه لأسس يعني يعني إحنا ما عندناش زي ما حررتك قلت دلوقتي ما عندناش رانون بانكس كل الناس بتجري على البنوك كل واحد عايز فلوس ولا بالعكس الناس متطمنة من البنوك وإنه البنوك أحوالها الملائة بتاعتها جيدة وتحط فلوسها في البنوك في شهادات وتحط فلوسها في البنوك أول ما تعملوا شهادات بالمليارات يعني فدي زرق ده جزء الجزء الثاني أنه في أزمة الأرجنتين من كتر ما العملة المحلية بتاعتها نهارت قرروا أنه يقلعوا عنها تماما والاقتصاد بقى تدولر مية في المية يعني بقى كل التعاملات بالدولار والعملة المحلية الجنيه بتاعهم ما كانش موجودة وماش جنيه كان بيسو إنما استغنوا عن البيسو ومشوا بالدولار الحاجة الثالثة هي أنه معدل التدخم عندنا صحيح أن أربعين دي غير مسبوق عالية زينا عن الزوم والناس بتأني وزهقانها وطالع عينها يعني إنما أنا كنت مرة في بعصة مع البنك الدولي في الأرجنتين يعني من زماني كنت أعايت في فندق تنزلي الصبح على الفطار وتشوفي أسعار السلع في المحلات تلاقيها سعر على الغادة تلاقيها سعر تاني على العاشة تلاقيها سعر تالت معدل التدخم كان بالمئات مش إحنا بيعني زعلانين طيب ده مش معناه إن إحنا ما عندناش مشكلة عندنا مشكلة حقية عندنا مشكلة زي ما كلمنا قبل كده سعر الصرف فقد نصف قمته التدخم ارتفع بمعدلات غير مسبوقة الدخول السابتة بالذات تأكلت يعني أما دخلك لو أنت دخلك سابت وشغل في الحكومة وكان مي جنيه ودلوقتي يبقى المي جنيه دول يساووا ستين جنيه كنت بتجيب عشر بضات دلوقتي هيجيب ستة بضات فأنت عندك مشكلة حقية وبعدين حكاية استداد المديونيات وحكاية المديونية يعني أنت عندك مشاكل ده أكيد في الأجل القصير وأنا رأيي أن احنا عندنا مشاكل هيكلية أيضا الاقتصاد لا ينمو بشكل قوي وما بيستغلش كويس وبعدين بصراحة الجانب بتاع المجتمعي التعليم والصحة ومعرفش برضو الناس بتشتكي جامد فإحنا عندنا أزمة فأنا عايز أقول أن احنا مش محناش بالسوق بتاع أزمة الأرجنتين أو لبنان إنما عندنا أزمة وتستحق أن احنا نشتغل عليها وبشكل جاد جدا ترجمة نانسي قنقر